عقب استهداف حزب الله معسكر تدريب إسرائيلي جنوب حيفا يشهد الجنوب اللبناني تصعيداً غير مسبوق من قبل الجيش الإسرائيلي ترافق مع سلسلة غارات مكثفة على مناطق في شمال البلاد وشرقها ما أسفر عن سقوط خسائر بشرية بين صفوف المدنيين وسائل إعلام اللبناني أفادت بمقتل 21 شخصاً وإصابة العشرات بغارة إسرائيلية طالت للمرة الأولى بلدة إيطو شمالية البلاد مضيفة أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت منزلاً في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم نحو 200 موقع وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان أمس الأثنين مشيراً إلى مقتل العشرات من عناصر الحزب حزب الله أعلن بدوره استهداف مناطق في شمال إسرائيل بالصواريخ مضيفاً أنه اشتبك بالأسلحات الرشاشة والصاروخية مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى أطراف بلدة رب ثلاثين جنوب البلاد وأن الاشتباكات ما تزال مستمرة وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه اعترض صاروخين وطلقاً من لبنان باتجاه حيفا فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله يستهدف حيفا بشكل مكثف باستخدام صواريخ باليستية مشيرة في الوقت نفسه إلى دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق شمال إسرائيل